ترجمة نانسي قنقر البارحة طلع ترامب بعد ما كان خاتل أسبوع ما يطلع راسه وقرفت شي مكتوب مؤتمر صحفي ومقبل أسألة من الصحفيين وقال له شوية يعترف يعترف بالخسارة بعدها ندار راسه ورجع البيت للبيت الأبيض والصحفيين يصيحون عليه وقفت أساعدنا لا نذهب إلى ميزة أليس فقط هذه الشرقية لا تذهب إلى ميزة أموانا ما سيحدث في المادر ينبه ما سيكون أقل أموانا ما سيكون لكن أسأل أن هذه الشرقية لا تذهب إلى ميزة قال هذه الإدارة لن تصنع إغلاق للدولة على مد مرض كورونا قال هذه الإدارة لن تصنع هذا الشي بعد ما أدري إذا غير إدارة تأتي وارتبك شوي بعد ما نعرف راح نشوف يعني ببساطة هو اعتراف هذا اول ظهور الى من كم يوم واذا تلاحظون شعر الاشقر صغير ابيض اكيد يعني تحسون باللي ديمور بي الرجال ترامب خسر وهذا كلنا نعرفه بس هو يدي يمر بخمس مراحل الحزن 5 stages of grief اللي تبدي بالرفض هاي بالبداية مثلا يقول الانتخابات هاي مزورة بعدين صار عصبي مرحلة ثانية يبدي هاجم كل واحد يقول انه خسر حتى قناة فوكس الجمهورية بعدين يتفاخر فيتشي مثلا يعني يقول حصلت على اكثر اصوات لرئيس جالس على كرسير رئاسة بل ما يقول انه منافسة حصل ملايين اصوات اكثر من عدة بعدين تصير بيه كآبة وحزن وينسى يعني يصبخ شعره وبالنهاية يعترف بالخسارة ويواجه المحتوم انه راح يرجع بعشرين يناير للبيت ومو ببيت الاي بيض ما ادري بعد بيته بنيو يورك او بفلوريدا كيفه المهم هو راح يطلع بس ترامب ما يزال الرئيس ورغم انه يحاول يقنع القاعدة مالتا انه داي حارة بالتزوير هاي الكلاوات بس حتى المحامين مالتا تركوه تركو هاي القضايا لان هالقد ما بيها كذب ويخسروها وصلوا حد ممكن يخسرون رخصهم لانه يروحون ضيعون وقت المحاكم والقضاات واذا يريدون تكون عندهم قضية بيها لازمة لازم يكتبون واذا انت كذبت بالمحكمة وكشفوك تنتهي كمحامي ترامب هاي صار واحدة حتى الجمهوريين بالخفاء قاموا يهنئون بايدن عن طريق السيناتورية الديمقراطيين قلو لهم يا ابو وصلوا لنا التهني جو بايدن انا مريد نحشيه علني لانه ترامب سويننا مشكلة محاكمة والقضاء انتظرويين عند السيطان بلطلي they accept it I mean they call me to say you know congratulations please convey my well wishes to the president elect but I can't say that publicly yet and so when these are these are conversations and your colleague Senator Chris Coons a Democrat from Delaware told CNN he's hearing from some of his Republican colleagues who wish to جزيلا يبقى سنة الدولة إلى تنهي بديد لكن تتعطي أنه لا يبدو أنه لم يترى بالظامر هل تحديد حكومة الديفعائية بالتأكيد مع الناس من نشاط ربقائي يدعى يا ترجل الطبيب لا يكون فعلا لا يبدو أنهم فعلا يكونر بكثم أنه خلالد أنه خلال بالرئيس ولكنرعيس بالرئيس ليس خلال الثاني ليس خلال ملايس هو رئيس مننا شهران رئيس الامريكي وأمريكا دولة ضخمة ومهمة بالعالم والرئيس لازم يكون قوي يكون متابع اللحظة لازم يعني يتعامل مع مع المعلومات اللي الاستخباراتية العالمية مثلا الداخلية حتى يؤدي دورة كرئيس وأمريكا تعاني هسا من 150 ألف حالة كورونا باليوم وصل عدد القتلى تقريبا ربع مليون يعني مشاكلها الداخلية كل الشباب وأيضا طبعا الاقتصاد منهار زين ترمب جدي يسوي كرئيس هسا شوفوا الرؤساء يعني مو ترمب الرؤساء الحقيقيين اللي يؤدون واجبهم واجباتهم تجيهم معلومات استخباراتية من الوكالات الأمريكية الأمنية كل يوم كل يوم أكو تقرير يجي لازم يعني يطلع عليه ويقرأ عملي عرف شن الوضع وأيضا مثلا وقت كوفيد تقارير ومؤتمرات لموضوع فريق عمل كوفيد مهم جدا لأنه هذا أخطر شيء واجهة أمريكا حاليا جوناثن ليمير صحفي من Associated Press يقول عدنا مصادر تقول أنه الرئيس من 1 أكتوبر ما اطلع على أي تقرير أمني لأنه ميريد ميريد دوخ نفسه صار لأشهر محاضر اجتماعات فريق عمل مكافحة كورونا يعني صحيح هو كان أساساً يجي التقرير أمني واحد وكل عبارة عن صور لأنه ميريد يقرأ وصحيح ما كان يفهم نص التقرير بس على أقل دي يسمع على أقل مرة بالأسبوع أتصور ميوميا يحاولون يفهموش دي يصير نقول يحاولون يفهموه يعني ما عرف إذا هو صدق يفتهم أو لا صحيح مؤتمرات الموضوع كوفيد كانت مضحكة ويقترح تضرب أبر معقمة بس على أقل كان دي يسوي مؤتمرات مرة أجلكم قصة مرة سويت عقد وقناة عراقية رياضية رد الدعايات إحدى الشركات المتعاملوية تعرض بالقناة كانت خمس مباريات لمنتخب عراقي هاي الشركات دفعت الفلوز بشرطة حط علاناتهم بالقناة خلال المباريات مع المنتخب العراقي بالمبارات الرابعة المنتخب خسر وصالت المبارات الخامسة مو مهمة تحصيل حاصل يعني للصعود المرحلة الثانية بس طبعا أنا شعلية أنا أريد أعلاناتي بالمبارات لأنه دافع لهم فلوس على هذا الشي وعندي عقد ويا القناة وعندي عقد ويا الشركة الرعية ما حطوا العلانات قالوا ليش نحطهم وإحنا مصعدنا يعني ورطوني ويا الشركة الرعية أنا تخبلت قلت لهم أنا شعلية صعدتوا أو لا أنا أريد أعلاناتي تنحط بالمبارات دافع لكم فلوس على هذا الشي أنا مهنة على مد يصعد الفريق أو ما يصعد هذا مو شغلي بالقناة السواء وضع جوا من أن الفريق ما سعد وقرروا يعفون شغلهم ويصيرون يعني يحكمون عن الفريق ونسوا أن هم موظفين بقناة تلفزيونية وعدهم الاتزامات دون ترامب هسا نفس الشي نسى هو بعد رئيس أمريكا منا للسنة الجاية وعشرين يوم من السنة الجاية خلاص بطل يشتغل ما عاجب يشتغل ضايج يسوي تويتات يهاجم بيها الناس لا أكثر والأقل قاعد بالبيت ويأكل بيك مات بالفراش ويصيح حتى التلفزيون هذا ترامب لا مرة تروح يلعب غوف وهذا هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي